تشهد مستشفى الفلوجة التعليمي رغم الدمار الذي لحق بها تشهد عملا متواصلا لعادة تأهيلها بالكامل بغية استقبال المرضى العائدين إلى مدينة الفلوجة بعد الدمار الذي أصابها نتيجة العمليات العسكرية ما تزال الجهود حثيثة لعادة تأهيل وإعمار مدينة الفلوجة التي تشهد بخطا بطيئة تحسنا ملحوظا يوما بعد آخر بحسب العائدين إلى المدينة مستشفى الفلوجة التعليمي والذي تعرض للقصف لأكثر من أربعين مرة خلال الثلاث سنوات الماضية بحسب إعلام المستشفى الرسمي يستقبل اليوم المرضى بالرغم من دمار أجزاء واسعة منه بشكل كبير يؤكد موظف المستشفى أنهم وبجهود ذاتية قاموا بتنظيف عدد من صالات الاستشارية والطوارئ ورفع الأنقاض والمخلفات بصعوبة بالغة مشيرين إلى أن عدم وجود سيولة نقدية أو مساعدات من قبل الجهات الحكومية أو وزارة الصحة أو المنظمات الإنسانية انعكس سلبا على إعادة الخدمات الصحية للعائدين إلى المدينة السنة من المستشفى عبارة عن خراب خراب حروق ودمار شامل اشتغلنا به هذه الفترة الطويلة كلها أكثر من ستين إلى سبعين سكس مخلفات إضافة إلى الأوساخ التي كانت موجودة به وصلنا إلى هذه المرحلة بعد تعب وعناء سيولة ماكو مساعدات قليلة جدا وتستمر الجهود لإعادة الحياة إلى مدينة عانت على مدى ثلاث سنوات من أوجاع الحصار والدمار ومصائب الحروب ما عانت تحاول اليوم أن تعود لسابق أيامها بسواعد أبنائها رغم قلة الدعم الحكومي أو انعدامه في حالات كثيرة اشتركوا في القناة